قالت صحيفة معارف الإسرائيلية إن حزب الليكود أمل بأن يجمع سموتريتش حوله مجموعة من الطيار الدين القومي الذين يعتمرون القلنصوات المنسوجة وأن ينجح بتجاوز نسبة الحسم ونقلت الصحيفة عن مصادر في الليكود قولها إن قائمة قلنصوات منسوجة موحدة وقوية بشكل كاف من أجل أن تتجاوز نسبة الحسم هي ما يحتاج إليه الليكود ونيتنياهو وإذا حدث ذلك سيبذل الليكود جهدا من أجل مساعدة هذه القائمة بالنجاح في الانتخابات هذا وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن الخلاف بين بينت واسموتريتش ما زال مستمرا وفي مركز قائمة المرشحين ويطالب اسموتريتش بأن يكون لمرشحين من حزبه أربع أماكن بين الأماكن الثمانية الأولى في قائمة مرشحية مينا بينما يعارض بينت ذلك ويذكر أن بينت اتفق مع رئيس حزب هاتيكفا حدشا جدعون ساعر على توقيع اتفاق فائد أصوات بين حزبيهما كما اتفق رئيس حزبي يشعتيد يائير لابيد مع رئيس حزب إزرائيل بيتينو أفكدور ليبرمن على توقيع اتفاق فائد أصوات بينهما وذلك من أجل منع تصرب أصوات إلى الليكود اشتركوا في القناة